مواجهة قديمة جديدة تلح في أفق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن ضمنا كل من جو بايدن ودونالد ترامب ما يكفي من المندوبين لضمان ترشيح الحزبين الديمقراطي والجمهوري لخوض انتخابات نوفمبر المقبل ارتفاع نسبة ما يسمى بتصويت غير الملتزم لبايدن داخل الانتخابات التمهيدية بسبب موقفه من الحرب الإسرائيلية على غزة تضع ضغوطاً على الرئيس الأمريكي الذي يعاني وفقاً لاستطلعات الرأي التي تضعه خلف منافسه المحتمل وفقد بايدن أصوات عديدة بعد أن أقنع بعض النشطاء الليبراليين المحبطين بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة بعض الناخبين الديمقراطيين باختيار غير الملتزم بدلاً من بايدن في بطاقة الاقتراع ترامب الذي يواجه اتهمات جنائية بسبب مساعي لإلغاء نتائج ولاية جورجيا في اقتراع 2020 حصل على ما يكفي من أصوات المندبين الجمهوريين لخوض الانتخابات المقبلة وأعرب المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة في تصريح هو الأكثر وضوحاً له حتى الآن بشأن الحرب على غزة ومع اقتراب موعد إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية ألقت حرب غزة بظلالها على الداخل الأمريكي حيث واجه بايدن العديد من الانتقادات الداخلية جراء دعمه غير المسبوق لإسرائيل وفي ضوء ذلك أشارت بعض التحليلات إلى تراجع فرص فوزه بولاية ثانية هذا إلى جانب ما أثرته الحرب من بعض الخلافات داخل الحزب الديمقراطي الأمر الذي يهدد بفقدانه الأصوات التي ساعدته في هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وأشارت بعض التحليلات إلى استغلال الحزب الجمهوري ورئيس السابق ترامب للانتقادات التي طالت سياسات جو بايدن تجاه حرب غزة لتعزيز فرص فوزه حيث يستغل ترامب الحرب ليتهم بايدن بجلب الفوضى والإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية وذلك بألقاء اللوم على بايدن فيما يتعلق بتصعود الصراعات حول العالم خلال فترة رئاسته وبحسب محللين فإنه من المرجح أن تلعب غزة دورا في تشكيل نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة فضلا عن زيادة الانقسامات في أرواق السياسة الأمريكية لكن أي من كان الفائز فإن الدعم الأمريكي لإسرائيل لن يتوقف في حال فوز أي من المرشحين خاصة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين واستمرار دعم الولايات المتحدة لتلعبهم